وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في الأجواء السورية كشف جنرال أمريكي أن طائرات مقاتلة روسية عمدت على مضايقة ثلاث مسيرات أمريكية خلال مشاركتها في مهمة ضد تنظيم داعش في الأجواء السورية وقال جنرال في القوات الجوية الأمريكية في بيان بينما كانت ثلاث طائرات مسيرة أمريكية من تراز مكيو ناين تقم بمهمة ضد أهداف لتنظيم داعش بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية بمضايقتها وضف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيرات الأمريكية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة في حين قام أحد الطيرين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرت مكيو ناين ما تسبب بالحد من قدرة تشغيلها ومن قدرتها على الطيران بأمان ولفت إلى أن هذه الحوادث تعطي مثالا آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا والتي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية معا داعيا موسكو إلى وقف هذا السلوك المتهور موسيقى 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 اشتركوا في القناة